دايما حربت مع حضرتك واخد رأي حضرتك في النقطة دي ما في شك ان مصطفى حمد من افضل رؤوس الحرب الموجودين هنتكلم في النقطتين النقطة الاولى ان كمان ظهور محمد صلاح خاصة في الشرط الاول كان اكتر من رائع لمساته كانت جيدة جدا وبدأ محمد صلاح اللي بنشوفه في ليفر بول نشوفه مع المنتخب اللي هو متواجد ده كسترايكر مش كجناح محمد صلاح في ماتش كينيا كان تشعر ان هو يعني عامل متعقد مع الناحية اللي وقف فيها ما تحركش على الطرف وما دخلش في العمق النهاردة محمد صلاح طول الوقت بيخش ليه بقى ما هو ده السؤال السؤال وجود محمد شريف باسلوب لعب وان محمد شريف احنا عارفين ومتأكدين ان المصطفى محمد مهاجم رائع لكن مهاجم بوكس يعني هو دايما تواجده مقيم في المنطقة فمي بيوسعش منطقة المصطفى النهاردة الطريقة نفسها او وجود محمد شريف ادى ساعدت محمد صلاح لان انسحام محمد شريف في بعض الوقات فبيدي خصة لمحمد صلاح ان يدخل وبالتالي ادى يخش ويسجل هدفين ولا اجمل ولا اروح الهدف التاني يعني حتى صراح حتى من زاوية من زاوية صعبة جدا لما حتى روقوا الجوم في مساحة دقيقة جدا وحتى من زاوية دقيقة كانت حاجة جميلة جميلة وزي ما بقول محمد شريف كمان اعتقد المتش ده كمان اعتقد محمد شريف بيثبت انه راس حربة على مستوى عالي جدا ده صحيح على مستوى التحركات اه على مستوى وهذا التحرك كابتن هو اللي صنع فرق كبير جدا هو اللي عمل الجل التحرك بالزبط يعني هذا التحرك طبعا يعني ده هذا التحرك اللي حصل هو اللي ادى فرصة لمحمد صلاح انه اتحرك بالشكل كويس جدا وادى فرصة لصلاح ان يلعب وادى انا فرصة ان احنا نشوف صراحة بتاعليفاربول صحيح العلام وكان ممكن يجيب جون كمان يعني لكن في النهاية النهاردة كمان بنبريك له انه اصبح يعني الوصيف في الهدفين التاريخيين لمنطقة مطلب علي كتر حسام حاجة جميلة وحاجة مميزة يعني اكيد طيب كمان على مستوى محمد مجد افشا محمد مجد افشا في مباراة كينيا ما كانش في المستوى المطلوب رغم انه هو احرز الهدف لكن بقية المباراة ما كانش في المستوى المطلوب لانه كان فيه واجبات اعتقد انها بتبقى صعبة شوية على افشا انه يرجع يبقى تالت في نص الملعب ويغطي على البكات النهاردة شفنا افشا بدنيا نوقف على رجله حتى عملية المساعدة في خط النص كان بيقوم بيها في مسحة بالزبط الشكل البلعب بيه مع النادي الشكل البلعب بيه مع النادي الشكل البلعب بيه مع النادي فاصبح عنده حرية حرك ما اصبحش عليه اعباء كتير جدا تحس ان فيه قصة موجودة في الملعب يعني عامل ثلاثة اسست حاجة هيلة جدا واخد اعلى اسست في التصفيات جاب مسجل هدفين لعب مميز حتى انت لو لاحظت افشا في التصفيات في دور الافطال في دور المجموعات الجولتين وراء بعد بياخد افضل لعب في كل جولة على مستوى كل المجموعات اللي موجودة فالحقيقة لعب متعلق لعب مميز لعب عنده مهارات اذا لما بتحلل فرصة تكون الاجواء كويسة والاجواء مناسبة بيقدر يتحرك وبيقدر يبدأ وبيقدر يساعد في رئيته ان هي تكسب ما لم يسجل هو بيساعد الاخرين ان هو ما يسجل اعتقد ان محمد مجدي افشا بيثبت كل يوم انه لاعب لا غنى عنه في منتخب مصر وانه يمكن كنا بنتكلم على فترات تواجد عبدالله السعيد اعتقد انه هاردة مصر موجودة فيها ما بتكلمش بس على النادي الاهل بنتكلم عن ان مصر كمان بيعندها لعيب طويلة كنا بنعتمد فيها على عبدالله السعيد اعتقد بيؤدي اكتر من رائع في هذا المركز تمام تمام يعني الحمد لله بلدنا مصر ولادة ودايما لما عندك لعب نجم سطوري بيختفي بيطلع عن نجوم تانية كتير جدا وده لو بصينا عليها وحسبناها هلاء ده موجود على مر الاجيال مع منتخب مصر يعني فعبدالله السعيد كان واحد من اللعبين المميزين في هذا المكان وكان يكاد يكون ملوش بديل الحقيقة يعني لكن الحمد لله دلوقتي بقى فيه بديل قوي ومميز ولاعب تقدر تعتمد عليه في المواجهات القوية خلاص يعني يعني عصر عفضل السعيد خلاص تقريبا انتهى الرجل قدل عليه وتجاوز مرحلة سنية وظروف معينة وإصابات لكن خلاص ده مجد أفشا هو الآن هو ملك هذه المنطقة اللي بيقدر يبدع ويمتع فيها ويقدر من خلالها كمان بيخدش يسجل بيخدش يسام بيخدش يصنع لا بيعمل حاجات كترة جدا بيساعدك انك تعمل استحواز في المنطقة الأمامية بيضغط على المنافس من الضغط المتقدم دي كلها حاجات بيقدر يعملها بشكل جيد كمان دايما بنتكلم ان وسط الملعب هو المحور الاساسي لكل فرقة ولما يكون عندك وسط الملعب حضرتك تكلمت في نقطة مهمة جدا ان سبب اهتزاز منتقب مصر في كنيا كان بالاساس وسط الملعب النهاردة عمر السولية كمان اعتقد بيقوم من نجوم المباراة على المستوى الدفاعي على المستوى الهجومي ان دا استمرار لتقلق يعني طبعا السولية حاجة لنقطة النيني وعدم اشتراكه في المباراة الاولى النهاردة كمان محمد النيني بيظهر بالمستوى اللي احنا يعني فرحانين به خاصة نشط الأولاني احراز هدف اكتر من رائع على مستوى التمرير على مستوى التمركز دا كمان رجوع النيني للي هذا المركز اكيد مكسب لمنتقب مصري طبعا طبعا النيني من العابة المميزة ويمكن في فترات كتيرة جدا النيني كان بيتعرض لهجوم دا بيقى على طريقة اللعب المدرب قبل ما تكون طريقة لعب النيني النهاردة لما انت بتلعبه وتديله الثقة وتديله الفرصة وتديله الطريقة اللي تساعدوا على اللعب بيها زي ما ديتلي صلاح النهاردة عتقد دا بيصب في مصلحة اللعب وبيصب في مصلحة المنتخب لعب قدر يلعب بشكل جيد قدر دور دفاع بشكل قوي جدا ومنظم قدر دوره جوم بشكل قوي قدر يكون احد اللعبين اللي يسجلوا هدف المباراة طبعا كلها حاجات جميلة لأنه النهاردة تحس ان اني كان مختلف وجاي بكده يعني حاجة تفرح الحقيقة يعني حاجة تخليك تفعل ويقول عندنا لعيبة ان شاء الله نقدر نعتمد عليها في المرحلة المقبلة بإذن الله اللي عادة أقول يا كابتر ان المجمل اننا مش عايزين برضو الناس تقارن بين مرحلة التصفيات الأفريقية دي وبين ما هو قادم لأن لكل مرحلة يعني بيقولك يعني لكل مقال مقامي يعني لكل مرحلة حساباتها ولكل مرحلة دوافعة ولكل مرحلة متطلباتها ولكل مباراة اللعبتها فاعتقد المرحلة المقبلة مرحلة التصفيات كاس العالم الدين هتكون مختلفة تماما لأن انت إذا كنت دخلت احنا من أول ما ندخلنا التصفيات حتى لما تعدلنا مع جزر القمر وكنيا عارفين ان احنا هنتصدد أيوة ما تقييمك بقى دايما بكلم في مرحلة مرحلة التصفيات مرحلة التصفيات يعني اتحقق الهدف منها حققنا الهدف بأقل جهد ممكن وبأقل نتائج ممكن تتغيالها حققنا وانتصرنا وتعادنا إلى قمة المجموعة وتأهلنا للمرة الخمسة وعشرين في تاريخنا وهذا ليس إنجازا لمنطقة مات هذا أمر طبيعي جدا يعني انت لو متأهلتش هي دي تبقى المشكلة لكن لما تتاهل يبقى الأمر عاد وطبيعي جدا زي ما بتكلم عن البريد يعني مثلا التأهل لكاس العالم بالنسبة لنا إنجاز لكما تتكلم عن دولة زي البرازيل أو ألمانيا التأهل بالنسبة لهم في كاس العالم مش هو الإنجاز الإنجاز إنه يفوز بكاس العالم أو ينافس بقوة على كاس العالم فإحنا الإنجاز بتاعنا إنه ننافس بقوة على كاس العالم الأفريقية طبيعي جدا إنه دول 24 دولة فطبيعي جدا إنه واسع تكون بينهم ولو عشر دول مصر هتكون منهم يعني لو عشر باس سيلعبوا في النهايات المتوقع أن كنت توصل بفضل الله إلى السيمي فاينل على قلة أو في البطولة وتنفس على البطولة وتفوز بها لأنك أنت أكثر بالفرق على مستوى القرى الأفريقية حاملة للقب البطولة فده الطبيعي والله أنا نفسي